موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم ومتطور النهاردة الحلقة دا هتبقى رصد المشاكل اللي قابلتكم وازاي تحلوها هنبدأ باول حاجة برنامج سكراتش جونيور واللي الطلب مني ازاي بنخزن البرنامج وازاي بنعمله مشاركة بالنسبة للبرنامج عندك هنا في البداية على الجنب هنا في مسلس بتكتب فيه بروشكت يعني على سبيل المسال انا هوا انا هخليه وهقول له صح خلاص وهقفل هعمل خلاص وكده تقفل هعمل تاني اوبن وافتح الصفحة الرئاسية هلاقي هوا موجودة هوا آآ الناس اللي بتقول مش عارفة تعمل مش عارفة صراحة وفي ايه المشكلة ده البروشكت طيب اه فيه في الموبايل في الابليكيشن آآ عندك ازاي ممكن تعمل شي يعني لو جيت من هنا هتلاقي هنا في ايكونة آآ معمولة اللي هي الاباء ممكن بتعمل فيها مشاركة عن طريق الميل بتاعك بما ان هو بيبقى الاطفال تحت سبع سنين تحت سمان سنين فممكن مشاركة فيها آآ بتدخل عند طريق الميل دي مش هنلاقيها غير في تطبيقات الموبايلات تمام؟ فهنامل فيها مشاركة وآآ وحيوصل لي بتبقى بتاخد لينك للبروشكت ده وتبعته لي خلاص طيب آآ لو بتشتغل على الكمبيوتر اوفلاين فانت بتعمل بتشغل الناس اللي محترس ازاي تبعت انت بس بتعمل كده وبتبدأ التحرك بتصور بتصور بالموبايل خلاص بمجرد انك بتعمل علامة على بتعمل كليك على العلم وتبدأ التصوره عادي خلاص طيب آآ بالنسبة كده للجونيور آآ الناس اللي بتتكلم بقى على بالنسبة للسكراتش تو فانت عندك حاجة اسمها تسجيل فيديو المشروع وده بتعمل ازاي لما هنفتح مع بعض كده برنامج فده البرنامج عندي هوا طب انا عايز اعمل آآ اصوره وابعاته فبعمل ايه آآ بعمل تسجيل فيديو المشروع مجرد بقوله start بطغط على العلم هو بيبدأ يسجل الفيديو بتاعي وبعد كده بنزله على الجروب عادي يعني بعمل له اتاتش كده يعني لو هنعمل stop كده خلاص بقى عندك الفيديو هون بتعمل له اتاتش عادي على الجروب او على الخاص زي ما انت عايز بتبعته لي ماشي بتعمل save and download وبتخزنه في آآ مكان عندك وتبعته خلاص ده بالنسبة للسكراتش تو طيب بالنسبة لسكراتش سريح مجرد زينا هون آآ برضو نفس النظام آآ بس هنا مفيش عندنا موضوع ان انا هنعمل الفيديو خلاص آآ لو انت بتشتغل اوفلاين ما حتصوره لي واتبعته تمام طيب انا لو معنديش آآ لو عندي بقى بشتغل آآ آآ لو اوفلاين زي ما قلنا بنصور طيب لو اونلاين بتكون موصل بالنت وعلشان نشتغل اونلاين او بتبعت الشغل بتاعك اونلاين بتكون مسجل على وعلى الدخول على المنصة بتعمل تسجيل بتعمل ديك في الاول آآ وده كنت شرحته بالتفصيل في في الفيديو بتاع التحميل كل البرامج او تسجيل على البرامج كلها فبتعمل الاكاونت جديد وبتدخله وبتبدأ تعمل كريات فبمجرد انك بتعمل كريات بيبدأ يتعملك لينك زي ما قلنا واللينك ده على اساسه بتبعته لي يعني انت بتعمل هنا كوبي وبست على الخاص او بتبعته لي على الجروب فبتعمل له خلاص شايفين هنا حاتة شير دي ها المشاركة ده بيطلع لك اللينك اصلا فبتاخده وتقوم حطه على طول على الجروب خلاص ده بالنسبة للناس اللي بتزال على آآ الوقت احنا خلصنا جونيور وسكراتش طيب آآ آآ ادراج الشخصيات على سكراتش احنا بندرج شخصيات ازاي شايفين هنا دي كريات سبرايت آآ ده اللي هو الموجود في اللايبراري بتاعت البرنامج طب انا محتاجة جيبه بقى من عندي عايز اي حاجة برا البرنامج فاعمل وبيجيوه لك من الجهاز بتاعك اللي انت شغال عليه تمام طيب آآ في كمان بقى كده خلصنا السكراتش اعتبر ندخل بقى على البيوت ونشوف المشاكل اللي كانت فيه واجهة الناس آآ كنا قلنا موضوع السرعة ازاي ازاي نعمل ازاي نتحكم في السرعة عندنا الطريقين خليكم معي وحقول لكم بتتعامل ازاي يعني على سبيل المثال في البداية هنا آآ انا بعمل بلايها هي هي المشا برا خلاص المشا دي اه من هنا شايفين الهاتة دي بترفع السرعة اهي او بتقللها اهي طيب ده طريق طريق تاني بقى ان انت تخلي اصلا المناظر او المشاهد او الفريمات اللي شغال فيها تزاودها وتقلل قوي الحركة اه ما بين الفريم والتاني يعني ايه يعني انا لو عملت الفريم الاولاني كده هتلاقوا الفريم التاني ايه حركته حركة صغنانة جدا حركة الصغيرة مع السرعة الوليلة بتدي لك سرعة بطيئة الحركة الصغيرة يعني انا هقول لكم هنا او انا دخلت وده هنا خلاص وجيت هنا فقمت انه لا لا انقل ايه نص الحركة دي بسيطة خلص فالحركة الصغيرة اللي انت عملتها دي مع السرعة بتقلل السرعة وتخليك تتفرج على مزبوط اللي بيخلي تحس ان السرعة عالي قوي انك بتنقل مسافة كبيرة شايفين المسافة فرق كبيرة هو فلما تنقل كتير مع السرعة بتدي لك المشهد سريع اه هو بيقول لك يعني تكون هيدي وانت بتشتغل في الفريم خليص وغير خالص الفرق زي ما انت شايفين كده حاجة صغيرة فمع السرعة زي ما قلنا ما بتبانش المشكلة طيب في البيفوت كمان قال له صور الخلفيات الخلفيات اه في خلفيات ما بتتحملش هو اصلا ما بيحملش في غير في اكستنشن او الجيف الجيف اللي هو المتحرك او الجي بي جي فاحنا ناخد بالنا واحنا بنحمل الصور ديان هي اه في الامتدادات ديان ولا لا اه تاني حاجة المساحة زي ما قلنا بتيجي من الضبط من لو انت عايز انا عايزة الشاشة بتاعتي تبقى كبيرة فباخدها المقاس اللي هو اتو من مية وخمسين والهاي بتاعو خمسمية وخمسين تمام طيب اه ده سؤال اه الكمان الاخر حاجة بقى المشكلة في البيفوت ازاي نعمل الصوت ودون اه اخر فيديو احنا عملناه وحقول لكم ازاي بيتعمل احنا قلنا في الويندوز تين اه لو ما قدرتش تعمل موفي ميكر وتنزله في عندك اسمها اه عندك حاجة اسمها اه فيديو اديتور هي الحكاية او الاساس بتاعه ان انت بتحط الفيديو من غير صوت وتضيف للصوت معاه في اه في نفس الحتة اللي انت عايز تحط فيها الصوت الصوت بيبقى خلاص احنا انا كنت اعطيها لكم قبل كده برنامج لتحول الاسود فبتعمل وكده انت بدخلت بتعمل حاجة جديدة طيب عندك كلمة اد هنا بتضيف فيها الفيديو او اه او 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 انا باخد وانا عندي هنا عاملة فيديوهات تمام اي اي في هون بتعمل ادل الفايل خلاص اه بعمل بسحب كده الفيديو اللي انا عايزة بعمل له كده بدخل خلاص طب انا محتاجة اجيبه منين ها شايفين كاستم فيديو اه سوري كاستم اديو فبنخش بنعمل اديو فايل خلاص بيجيب لك بتاعك اهو هلاص وقوم ننزلها تمام بقى عندي اهو شايفين انتو الساحبة دي كلها بيقول ان الفيديو من الاول للاخر شغل هولي مع السود ده وقل له دان ونيجي نشغل خلاص طيب اه التاني اللي هو الفيديو ميكر برضو نفس النظام الناس اللي هي عندها ويندوز سيفن موفي السوري اللي هو الموفي ميكر فنفس النظام فيه انت بتضيف الفيديو بتضيف له الصوت اهو كريت ماي اه نيو بروجيكت وعلى فكرة ده موجود في اه في ويندوز اه اكس بي اعتقد موجود متوفر جاهز يعني مش اه انا بتعمل اد كليب اللي هو اه الفيديو اللي انت عايز يستعمله اه عامله في الانيميشن زي ما اتفقنا خلاص واحنا قلنا بنعمل ازاي اهو هنا عايزنا نخزنه الاول باستينشن معين عنده او بيحطو له كوت خلاص اه عنده في البرنامج خلاص بقى معي الفيديو طب انا عايزة احطو فبقول له على فكرة ده برضو موجود في كل حاجة فبعمل انزلت للميوزيك ومن الفايل معين وبقوم جايباه نفس النظام بتاع الميوزيك بينزل تحت الفيديو بالزبط كل ما عليك انك بتشده من الاول الاخر طب انا عايزة انا قلت هنا بقى عندك اتنين تراك انا عايزة تراك التالت للصوت على فكرة لو حطيت صوت تالت هينزل فعايز مسلا تصوت هنا لو هدعمل سكريبت حوار وهيجي لك الصوت التالت فهتشده هتدله مسلا ده من هنا الهنا ده من هنا الهنا كده حطيت الصوت الاولاني الصوت التاني جي عليه خلاص طيب انا عايزة اعمل انضو بيشيله كده انا خليت الصوت الاولاني تمام طب انا عايزة احط الصوت تاني انا هعمل كده خلاص عايزة احط الصوت تاني فبقول له انزلت هيجي عليه خلاص هيحط عليه طب اللي بعده هيتحط عليه خلاص ونبدأ بقى ايه نزود الاصوات حسب الفيديو اللي هو الحوار اللي انت عايزه خلاص ايه حبقى يعني مبدئين كده اه دي الاساسيات اللي موجودة في هو عايز اه اكتر من فيديو علشان نشرح بالتفصيل احنا ازاي نشتغل عليه عشان ما اطولش عليكم هنا بس احنا ما يهمناش غير ان احنا ننزل نحط خلفية صوت للفيديو اللي طالع من الانيميشن او نعمل اصوات بس يعني الصوت يبقى اه ورا بعضه في فيديو واحد علشان انتو مش هتقدروا تقطعوا وتعملوا المونتاج اه في الحلقة دي مش هينفع يعني ما محتاج وقت كتير يعني فيه فرجة تاني من الموفي ميكر برضو موجود اه اعتقد على وينت سيبن بيبقى بالمنظر ده اه بتعمل اه بتدخل كل الفيديوهات والاصوات بتاعتك في ايه في ليبرالو ده يعتبر المونتاج يعني اه هنبقى نعمل الكورس للمونتاج لان مش هينفع ان ناخده كل النهار ده زي ما قولنا اه بتسحب الفيديو وبتسحب تراكي الصوت زي ما انت شايف كده وبتبدأ تزبط بطوله على حسب الفيديو اللي انت عايزه. الفيديو لو هو اه مسلا دقيقتين ويعامل صوت اكتر من صوت فبتبدأ تشد الصوت زي ما انت شايف كده. بالسهم بترجعه على المكان اللي انت عايزه بالضبط بحيس ان هو يتناسق مع الفيديو. اه بس بتعمله وبتخزنه وده بيبقى بتعمل سيف ليه وبيطلع لك الفيديو بالصوت بيبقى تمام. اه ده بالنسبة للاتنين اه او على اي موجود في الويندوز. بالنسبة للكارتون ستوري ميكر اه المشكلة ان الفلاش بلاير اللي بيفتح البرنامج ما عادش شغاله. اه الشركة عملت اه لحظة ان فيه بيتما عمليات هرقارة عليه فوقفته وبقى بمبالغ يعني. اه مبقاش مجاني زي الاول. فمعظم الاجهزة اه مش هتلاقوا عليها الفلاش بلاير لو هي هتعمل لها update بعد الفين واحد وعشرين. اه فالحل ايه كنت انا قلت لكم في في الفيديو قبل كده في تصدير البرنامج انت هتعمل يا اما هتخش على ال html في الاكسبلورر يا اما هتاخده في الباوربينت وتعمل صور وتخزينها وكده بقى انت خزنت البرنامج لكن تخزين البرنامج في اه html مش هيبقى متاح خلاص لانه مش هيفزح. خلاص اه دي المشكلة بتاعة الكارتون ستوري ميكر ودي خرج عن اراضيتنا اه بس تحتبر الاسئلة اللي وصلتني ودي الايجابات بتاعتها هتمنى اكون رضيت على كل الاسئلة والفيديو ممتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.